بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بمساق اللي هو الـ NES 202 اللي هو الـ Introduction to UNIX أنا الدكتور رائد بنيهاني أكون مدرسك لهذا الفصل اللي هي الشعبة 2 شعبة 2 الآن خليني أبلش بالشاشة شاشة الـ Word نبين عليكم آه واضحة بكتور طيب خليني أكبرها شوي الآن خليني أبلش كمقدمة نحكي عن السيليبس ونتفق على الإطار العام للمساق أسمع منكم ملاحظات شوف شو البدنية وبعدين إن شاء الله نبلش نحكي بجوز بي هيك بشوية الـ Introduction الآن زي ما حكيت اللي هو الـ Introduction to UNIX اللي هو الـ NES 202 طبعا متطلب السابق Data Structure والجوروثم يعني بالكورس هذا نفترض مفترضة يعني إنكم بتعرفوا Programming بتعرفوا C++ Programming تمام والمفهوم شو يعني Programming وشو يعني يعني كل يعني حتشوفوا خلال الشرح يعني لأنه بفترض إنه بتعرفوا عنكم background بالـ Programming خلال الشرح بصير هيك أجيب لكم أمثلة تقرب لكم الفكرة من خلال الـ Concepts تبعث الـ Programming ماشي الآن إحنا حسب الجدول زي ما شفته فيه ثلاث حيدرسوا للمساق أنا والمهندس رانا القرن وفيه فيه دكتور جديد حينضم إلينا إن شاء الله دكتور محمد هلي أنا مكتبي في الجامعة بالـ E1 طابق الثالث اللي منكم موجود بالجامعة أها الثلاث أنا إن شاء الله بالجامعة بكون أها الثلاث موجود بالجامعة اللي بيحب يمر إن شاء الله لما أعلن عن الأوفيس أورز بأي وقت بكون أنا بالإضافة الأوفيس أورز أي وقت أنا بكون بالمكتبة ما عندي مشكلة أي طالب زي ما يقولوا دق الباب وفوت ويسا ماشي هذا هو هذا هو موضوعي موضوعي هذا هو موضوعي موضوعي دكتور المدرس الثالث للمساق دكتور عمر الجراح الاسم دكتور عمر الجراح رئيس القسم فهو خلينا بس أجيب الماوس عشان 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 تكون واضح حركة الماوس آه طيب دكتور عمر الجراح هو رئيس القسم نزل المساق اسمه I think بس بجوز لأغراض إدارية فقط على ما أعتقد لأن زي ما خبرني مبارح هيكون في شخص من خارج يعني part time part time للدرس المساق مان This is my email اللي بيحب يوديلي عليه يعني بالعادة بالعادة برد بنفس اليوم إن شاء الله إلا إذا في شيء يعني يعني بالعادة إن شاء الله برد على استفساراتكم بالإيميل وأنا موجود بالجامعة زي ما حكيت الأيام الأحد والثلاث طيب الآن بالنسبة للكورس الصراحة الكورس هذا هو كورس introductory لكن يعني من خلال خبرتي بالجامعة ومن خلال الواحد تفاعله مع الطلاب ومع الفيدباك اللي بيجينا من الشركات اللي بتواخد طلابنا ومن أثناء التدريب اللي بيتدربوا عندهم مهم جدا تكون مهارة هاي موجودة عنده الطلاب الكورس هذا بيعطينا أساس نبني عليه المعلومات اللي لقدام ممكن يعني تطوروا عليها وتستغلوها في كل مساقاتكم ماشي في كل مساقاتكم الآن طبعا مواضيع اليونيكس جماعة خلينا أسميها كثيرة ماشي يعني الآن اليونيكس ممكن ينظر إلو من وجهة نظر يوزر ممكن ينظر إلو من وجهة نظر System Administrator ويمكن ننظر إلو من وجهة نظر Programmer أو Developer احنا بالكورس هذا كورس طبعا يعني تقريبا 70% يعني إذا يعني مقاييس Plus Minus طبعا 70% من الكورس نحنا نفترض ننتعامل معه كيوزر الثلث الأخير من المساق تقريبا 30% هيك نتعامل معه Development يعني نصير نحكي شوية مش مش programming كيف administration تبع الprogram ماشي فإحنا تقريبا بالكورس هات نركز على ال User Concepts كيف نتعامل مع ال UNIX كoperating System هنأخذ شو يعني Processes شو يعني Files Directories Input Output Redirection Pibes Shell Command and so on ماشي الآن بالنسبة لجزء ال Program Development هنشوف Editors كيف شو هم Editors وكيف نعمل Compilation وكيف نعمل وكيف تعمل F و Y ال Program بس الآن أنا عندي Program مكتوب كيف أعمل Compilation under UNIX ونشوف في إشي اسمه Make Utility ونشوف كمان كيف نعمل إشي من يسميه Shell Scripts يعني هذول هم Topics بجوز اللي هم Program Development و Compilation أو One Topic والTopic الثاني اللي هو Shell Scripts هذول اللي هم علاقة بال Program Development ماشي والباقي تقريبا نحن نركز على User وطبعا بين Fainate والأخرى زي ما بقولوا من هيك و We throw some concepts إلى علاقة بال System Administration مثلا كيف نغير ال Password كيف إذا صار عمال الشغلة الفلانية يعني شغلات بيسيكس علاقة بالحاجات اليومية إلى كنت ك User ماشي ممكن واحد ثاني يعتبرها يعني نسميها Step Zero of System Administration بس أنا يعني مبدئيا مبدئيا الفكرة العامة في عندنا User View نسميه Programmer View بالكورس عشان Programmer View كتاب اللي بنستخدمه كتاب كوي كثير صراحة اسمه Your Unix The Ultimate Guide المؤلف Das اللي هي الثير عشين 2013 This is the link تبع الوب page تبع البوك طبعا في Other References في كتاب اسمه Unix The Textbook طبعا الآن يعني مدام نبحكي هيك عن الموضوع يعني بالعادة بالعادة غمض تتخيل شيء معين في بالك هذا الشيء المعين نفس الشيء لما نقول Unix يعني احنا ما بنحكي عن منحكي عن Family of Products اسمها Unix أو Linux ما شيء فاحنا خلال خلال الفصل حنتعرف على features وحنتعرف انه كمان Unix في إلو أكثر من flavor نسموه أو virgins أو distributions الاسم الصح احنا تقريبا بالكورس هذا تقريبا اللي قاعدين بنوخذه هو most common features من every distribution كيف لما نقول سيارة حيكون فيها بواب وشباب وماتور ومش عارف شو إضافة يعني هاي وين ما تروح هتلاقي ها وين ما تروح هتلاقي هاي نفس الشيء لما نحكي عن Unix يعني مصطح كلمة Unix هي شيء عام نحكي عنه not specific operating or virgin or distribution ماشي virgin or distribution الآن بالنسبة لل assessment تبعا هيكون عندنا one mid exam علي 25 علامة هيكون عندنا quizzes عليهم 15 علامة quizzes مبدئيا يعني هنعطي من 5 ل 6 quizzes ونشوف خلال الفصل الكوزز الكوزز على الغلب حتفق يعني لسه يعني حتفق مع باقي الزملاء يعني صار في اتفاق مبدئي بس نحن علي التفاق مبدئي يعني على الأغلب حتكون مشتركة حيكون عندنا programming homework assignments ماشي على الأغلب حيكون في ثنتين عليهم عشر علامات ماشي يعني نحكي عن تقريبا خمس quizzes عليهم خمس عشر علامات عليهم عشر علامات وفائنا علي خمس علامات تمام هل عنده أي سؤال خلينا أوقف شوي إذا هذا بده يستفسر عن حكينا معاي انتو سامعيني يعني هذا السؤال اللي والله أنا بحتاج أرجع فيه يعني بدي أرجع فيه للقسم عندنا flexibility ولا ما عندنا إذا عندنا flexibility يعني ممكن نعمل online بحيث أنه الثلاث شعب أو الأربع شعب يعني نتفق عشان نكون as fair as possible نعمل يعني quiz للشعب كلها في وقت معين طبعا هذا الوقت هيكون طبعا أكيد عشان يكون في وقت مشترك هي ممكن يكون يعني يتأخر شوي أو يوم خميس أو كذا عساس الكل طيب الآن بعد ما حكينا عن الاسسسمنت والتيكسبوك ظل آخر شيء شو هم التوبيكس لما نغطيهم ماشي التوبيكس هاي التوبيكس هون احنا تقريبا تقريبا من الكتاب هنغطي chapters التاليين chapter 1 بعدين 2 3 4 يعني تقريبا هذول خلص نسميهم المقدمة عشان ينبلش عفوا ينبلش يكون عندنا شو بدأ اسميها common background بعدين نفوت على الخاص تبعو بعدين نيجي زي حكيت لكم البروغرام تفلوب من تول هاي كيف اللي نعمل و الميك لوتوليتي هاي بشابتر 16 الصراحة قدمناها احنا لهون علشان نلاحق نغطيها ونعطي عليها اول homework هون ايثنك او ممكن نكون في homework قبليها هون يعني هنشوف كيف بعدين هناخذ اللي همو شابتر 19 عشرة بعدين نلاحظ فيه shill programming أو scripting هذا الجزء الثاني المهم اللي له علاقة بالprogramming واخر شابتر سبعة اللي بحكي عن processes job scheduling فتقريبا يعني احنا هذا اللي حنمش عليه بإذن الله حسب همتنا وحسب شو بصير طبعا باقي المعلومات يعني العمو طبعا العمو بتعرف انتو المد والفان يعني طبعا مش أكيد القرار لحد الآن انهم بالجامع ماشي فالآن طبيعة الامتحانات يعني الآن الأمر مفتوح ممكن يكون فيها أسئلة short answers true false multiple choice ماشي الآن باقي المعلومات اللي هي عن الميك أب يعني طبعا الميك أب أعذار هذا القسم المدرس ملوش علاقة فيها attendance ضروري تعرفوا الطالب إذا بغيب 20% من الكورسات يحرم من المساق و20% من الكورسات تقريبا عندنا 30 مهاضرة يعني كل أسبوع مهاضرتين تقريبا 30 مهاضرة 15 أسبوع فمنحكي عن 20% اللي هم 6 مهاضرة فأنت يعني يعني اللي بغاية بـ 6 مهاضرات يعني يزمع ثلاث أسابيع فقد قد تمر ظروف على يعني شخص يغيب محاد مرة مرتين ثلاث بس أنا قصدي ما تأخذوش أمر الغياب إنه حقه بدي أمارسه الآن محاضرة حاول قدر الإمكان تحضر وكون صادق مع نفسك إني الآن بدلت كل جهدي ما استطعتش أحضر إشي ثاني بس ناش نعود نفسنا إنه عندي صد غيابات حرية أتحر أغيبهم زي ما بدي وقتنا بدي مش هيكل الفكرة مش هيكل الفكرة الآن الكورس الكورس بجوز بجوز من الإيجابيات التي فيه إنه عملي يعني يعني بده تطبيق ومتابعة أنا أثناء المحاضرة أكيد حصير أفتح لكم يعني أطبق أمامكم يعني مش بس بدأ سلايدات وأشرح لكم سلايدات وأعمل كذا كذا يعني مناش نقلب الموضوع عملية سرد أنا بصير أعملك وشير عندي لسكرين وفوت على وصير أجرب قدامكم وأقول لكم نعمل كذا ونعمل كذا عشان هيك عشان هيك بجوز واحدة من الشغلات اللي لقدام إن شاء الله هحط لكم كيف تنزلوا تنزلوا إما تنزلوا كامل أو تنزلوا machine بعرف ش إذا تعرف virtual machine حد تعامل معلم virtual machine يعني هاي مش راح يعني مش راح أقول للطلاب which is better it's up to you يعني في ناس بجوز virtual machine خصوصا البعض مش متعلم جوز أريح له أسهله whatever إحنا بالنهاية أو فضل بشكل كبير يعني حتى لو ما 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 عطيتكو شي إياها إذا ما نقول شي رسمي هم ورسمي وتابع إنه يعني خلال هالاسبوح حاولوا تعملوا كيف تعمل انت إنستوليشن ل Linux أو Open2 operating system It's up to you شو الvirgin بالذكية either way is fine either way is fine workload يعني تقريبا بدنا ثمن ساعات بالأسبوع يعني متابعة عشاس بس مرات الواحد بدقر معه ضروري جدا المشاركة يعني زي ما انتم شايفين يعني يعني بجوز 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 واحدة من حسنات الانلاين بجوز الإحراج فيها أقل ما يمكن عادي واحد يسأل سؤال وبنجاوبه ولا أحد شايفه ولا أحد ولا في عيون بتطلع عليه ولا منها السوالف ماشي جماعة بس I need you to interact in this lecture as much as possible الان هاي مسؤوليتكم تسألون يعني I'll try my best أشرح الأمور أبسطها بس يعني الله أعلم مرات الواحد يعني مش دائما أسلوبه بركب مع الطلاب عشان يك بيجي دور انك تسأل وتجرب لحالك بالبيت وترجع كثير يعني بالكورس هذا درسته أكثر من مرنا بطلاب زي هيك بصير معهم بروح بيجرب which is good يعني بحكي زي good experience وبيجي المحاضرة ثاني بسأل دكتور جربتك مطلعش معي زي ما قلت أو فإحنا يا مكتشف إنه مثلا هو مش مجرب صح أو مكتشف إنه في فيتر زديدة مضافة أو وممكن حكينا أشياء خطأ ونصلي حالنا فيعني الباب مفتوح إنه نصير ونتعلم من بعض تليز يعني هاي خذوها يعني حسنة إنه يعني أنا ما عنديش مشكلة بالأسئلة عشي ما عنديش مشكلة بالأسئلة بالعكس أنا بشجع كثير الطالب يسأل ويتعلم يعني أنتوا دافعين حق الكورس تعلموا وطلعوا اللي على الأقلية لما دفعتوا الذنب تمام حدا عنده سؤال على السيليبس على ملاحظات قبل ما عمل إكزيت من السيليبس ونفتح السلايدات دكتور أنا عندي سؤال عن الغياب والحضور يوم الأثنين في منما والأربعة أنا عندي الأثنين لا بخلص على الأربعة ونص ممكن غالبا نواجه صعوبة إنه نفتح المحاضر على الوقت تعرف تأخير والباصات والمواصلة ممكن عندك ممكن يكون في مراعاة أو حلل ممكن شو اللاب أنا عندي نزل فيزياء فيزياء نخلص على الأربعة ونص ممكن نخلص بكية بس صراحة بعد هذا قصدي أنا ممكن بس أنت بتحكي رسميا لا يمكن أنت تلزم ويقول لا يمكن أنت تلزم يعني الظروف زي هاي ما فيش مشكلة يعني براعي يعني مثلا أنت بدك ساعة من الجام على البيت لا هو يعني بس الشيخ خليل بس الفكرة إنه بعدنا مش عارفين كيف الباصات وح تكون لا لا ذاتس فاين أكيد يعني ما هو يعني أنا يعني شوف يعني يعني أنا يعني بتقبل كثير الظروف المنطقية يعني يعني زي ما قلت لك والواحد يعمل يبدو الجهد يرجي لأنه يس فولوينج وفي ظرف يعني زي ما يقول ومش بيدو ذاتس فاين يعني مش أكيد يعني مش حكون بس إحنا ما بدناش نخذها من باب إنه إذا ما قلوا يشير واحد يرجن وخلص بس هو المشكلة لأنه فيه مواد وجاهي مواد مدمج فحتى بباقي المواد رح تلاقي أو رح يصير عند الطلال أو عندنا إنه مادة بالجامعة وبعديها عندك مادة أونلاين الله الله يعينكم عشان هيك أنا الآن قعب بسجل المحاضرة وحرفع المحاضرة بعد يعني إن شاء الله بعد المحاضرة برفعها على تعرفوا اللي ماشي ما كان ما فتوا جبتوا لنك تبعت المحاضرة أنا سمت إن شاء الله كل محاضرة واللي وراها يعني كل سبوع بكونوا عامل أبديت للمحاضرات للي بغيب يتابع ويتابع لأور وإن شاء الله ربنا يجيبي لي بالخير شكرا لكم دكتور مين كمان عندهم وراها الله دكتور تفضلي ممكن تصير تنزل السلايدات اللي رح نأخذها بالمحاضرة قبل المحاضرة عشان تتبع معاك فيها آه هي ممكن بس هي مشكلة السلايدات حتتضرب الفيديو يعني يعني بالعادة لما نزل الفيديو نفسه في السلايد بس أتي بديك إياها مقبل المحاضرة صحيح بعرفش إذا يعني كنت بدي أقترح إذا عندكم تسجيلات الفصول السابقة بدريش ويندرسها إذا في عندكم تسجيلات بتطهرن بهذا السلايدات بس ما في مشكلة ممكن نحط السلايدات ما في مشكلة خلين أشوف الزملاء الثانين وشوف كيف البوليسي يعني عشاس ما أكونش منفرد بالتوجه تمام